أهلاً وسهلاً بكم في هذا الفيديو، سنقوم ببرمجة كود بلغة بيثون للتحقق من أن عدداً أولياً أم لا. تعريف دلة إزبرين تستقبل عدداً صحيحاً، نم، كمدخل للتحقق مما إذا كان عدداً أولياً. إذا كان العدد أقل من أو يساوي واحد، فإنه ليس عدداً أولياً. لذلك نعيد القيمة فاولس. حلقة تبدأ من 2 حتى الجذر التربيعي للعدد مع إضافة واحد للتأكد من شمول النهاية العلوية. إذا كان العدد مقابلاً للقسمة على أي عدد ضن الحلقة، فإنه ليس عدداً أولياً. لذلك نعيد القيمة فاولس. إذا لم يكن العدد مقابلاً للقسمة على أي عدد ضن الحلقة، فإنه عدد أولي، لذلك نعيد القيمة ترو. نستخدم الدلة Input لعرض رسالة للمستخدم تطلب منه إدخال عدد. نأخذ المدخل من المستخدم كقيمة نصية String، ونحوله إلى عدد صحيح باستخدام الدلة Int. نخزن العدد الصحيح المدخل في المتغير Number. استدعاء الدلة سبراين وتمرير العدد المدخل إليها، ثم طباعة النتيجة التي تشير إلى ما إذا كان العدد المدخل عدداً أولياً أم لا. والآن ننفذ الكودة البرمجي. نأخذ مثلاً العدد خمس عشر، كما تلاحظون ليس أولياً. نعيد تنفيذ الكود البرمجي مرة أخرى. نأخذ مثلاً العدد تسعة وعشرين، كما تلاحظون إنه عدد أولي. إذن شكراً على انتباهكم وإلى اللقاء.